صباح الخير تحية عاطرة مداخلة بعنوان مشكل الترجمة في الفلسفة الأنترولوجية والألسونية مقدمة يتم الاحتفال بالعام العالم للترجمة وذلك للدور الكبير الذي تصطلع به في مستوى نقل المعارف والمعلومات والخبرات من المجتمع إلى آخر والوظيفة الاتصالية التفاعلية التي تقوم بها في مجال التعارف والتثقف والتخاصب بين اللغات والهويات والخصوصيات والأبواب التي تفتحها للتلاقي بين الأفراد والمجموعات والشعوب ولكن هذه العملية اللغوية تصطدم بالعديد من الصعوبات والعرقية وتعاني من التشكيك في المصدقية والأمانة والموثوقية في عملية النقل للمعلومات والأفكار والمعاني والقيم من اللغة إلى آخر كما هي المشاكل التي تعاني منها ترجمة على المساوى الفلسفية وعلى السعيد الأنترولوجي والألسوني في البداية النسبية والعقلانية الكونية عندما يواجه المترجم نصا علي أن يأخذ في الاعتبار أن منتج ترجمات يمواجه إلى أشخاص يأتون من خلفية مختلفة عن خلفية الجمهور المستهدف الأصلي عندما نتحدث عن خلفية مختلفة فإن نشير إلى أشخاص لهم تاريخ مختلف ويشاركون في ممارسات اجتماعية مختلفة ويتحدثون لغة مختلفة يبدو أن الإنسان لا يستطيع أن يخترع أي شيء لا يستطيع تصوره الفلسط نواجه منظورين يمكن من خلالهما النظر في الترجمة المنظور الأول هو النسبية النسبية هي منظور الفلسطي يعتبر أن ممارستنا المعرفية الفاهم تمت تصفيتها من خلال طريق التفكير مفاهمية محددة ثقافية سياقيا وخصوصيا ولذلك في أن العوامل بيولوجية أو الجينية المشتركة مثل العرق ليست ذات أهمية في تكوين المخططات ومفاهم المعرفة مقارنة بتلك العوامل التي توفر البيئة المحيطة التي تطور فيها الفرد باختصار يمكن القول أن الإنسان يولد دون هذه المخططات المعرفية وأن الثقافة هي التي تخلقها وتطوره يمكن أيضا أن نفكر في الترجمة من منظور ثاني مختلف يعني منظور الأولى والنسبية منظور الثاني وهو منظور العقلانية الكونية تقترح العقلانية الكونية يعني الحتمية البيولوجية والنفسية تدافع هذه النظرية العقلانية الكونية على النزع القومية التي تجانس جميع الممارسات والمفاهم البشرية في حين أن التنوع سطحي نسبيا وذوء أهمية ثانوية في علم اللغة الألسانية أحد دعاة العقلانية الكونية هو تشومسكي الذي اقترح في الخمسينيات نظرية تدافع عن الطابع الفطري لملكة اللغة وفقا لتشومسكي فإن أكثر من أربع علاف لغة موجودة تقدم تركيب المواثن بشكل مدهش على رغم اختلافاتها الصوتية والسورية تسمح هذه الحقيقة بترجمة اللغات من اللغة إلى أخر أن اختبار أحد هذه المنظورات يعني وجود تصور مختلف تمام لوظيفة المترجم من منظور العقلانية الكونية يجب على المترجم أن يتتبع الواقع المكتوب أو المكشوف من في نص ما إلى نص آخر ويقتصر على مجرد نقل شيئا واحد يتشارك القارة الترجمة في خصائص بيولوجية ونفسية مشتركة مع قارة النص الأصلي لذلك من منظور العقلانية الكونية لا يبغي أن يجد المترجم صعوبة في تفسير نص الهدف حتى لو كان النص الهدف يحتوي على إشارات إلى بيئة متميزة ثقافية في الواقع أن الاختلافات في السياق ستكون محدودة بالتركيبة البيولوجية والنفسية لقارئ النص المصدر وقارئ النص الهدف في هذه الحالة سيتم تقليص عملية الترجمة بشكل أساسي لأعملية لغوية ويختلف تمرين الترجمة من منظور النسبية عن نفس التمرين من منظور العقلانية الكونية في نقطتين أولا على رغم أن المرء يقول أن القراء المحتملين لهذه المنتجين يشتركون في خصائص بيولوجية ونفسية مشتركة إلا أن الحاتبية التي تمارسها هذه الخصائص عن نص المعرفة هي موضع شك يمكن تشكيك فيها لذلك يتم التركيز على ما مشترك بين القراء وليس على الاختلافات وستراتيجية التفسير المتميزة التي تنشأ كعواقب للسياق الثقافي المختلف بهذا المعنى يقوم المترجم بالتزام أكبر مع قارئ النص الهدف وهذا يعني قول نفس الشيء مع رموز مختلفة مع الحفاظ على تأثير الأسلوب إلى الأصل لكن لن تكون الترجمة مجرد مسألة لغوية مسألة ألسونية يمغي المرء أن يبدأ ليس فقط في ترجمة الكلمات بل أيضا المفاهيم وحتى السياقات والدلالات والمعاني المشكلة الثانية ومشكلة التكافأ أثارت الترجمات التي تستخدم المنظور النسبي جدلا سيخنا في العشرين عام الماضي والسؤال الذي يتراه أولئك الذين لا يؤيدون هذا النوع من الترجمة هو هل نستمر بنفس النص هذا السؤال إذا ما أخذناه إلى أقصى الحدود من شأنه أن يقودنا إلى الأسئلة الميتافيزيقية والما وراء نظرية للترجمة لأنها قد يتطلب إعادة تعريف عملية الترجمة بأكمالها المشكلة التي نواجهها هي مشكلة التكافأ في الترجمة يجب أن يكون النص الهدف والنص المصدر متساويان في الكلمات وفي الرسالة وبقدر الإمكان في البناء النحوية سيكون الوضع المثالي ونقطة وسيطة حيث يلزم المترجم نفسه بدقة عالية على المساوى اللغوي طالما أنه لا تتعارض مع فهم النص الهدف وهذا من شأنه أن يتفق مع نظرية بير نارديز سنة 1995 حول التنظيم الذاتي للاتصالات ووفقا لهذه النظرية فإن مرسل للرسالة المترجم في هذه الحالة سوف يضبط المعلومات وفقا لضرورات المتلقي والعوامل السيقي الأخرى في عملية التنظيم الذاتي التي لها ميل نحو حالة من الأنتروبيا حالة التوازن يمكن فهم التوازن هنا على أنه النتيجة المثالية حيث تتمتع الرسالة بأقصى قدر من الفهم على حد الأدنى من التغيير في العناصر والبناء اللغوي ثالثا المدارس الألسنية المختلفة وأثاروها في الترجمة لا ينبغي لنا أن نبقى مدركين لحقيقة أن انتشار المدارس اللغوي المختلفة ومن فترات زمانة مختلفة كان له دور في اختلاف وجهة النظر حول الترجمة لذلك في إطار البنيوي يميل المرء إلى رؤية اللغة كمجموعة من العلاقات من الأنظمة الفرعية المترابدة ووفقا لهذه المدارس الفكرية يتم تعريف كل العنصة ووفقا للدور الذي يلعبه في هذه المجموعة من العلاقات نظرا الأهمية التي أظهرها هذا النموذج اللغوي منذ يعني الثلاثينات القرن العشرين وحتى وقت طويل من القرن يعني التاسع عشر فلا عجب أن تركز الترجمة أكثر على البنية اللغوية كيف يمكن الحفاظ على العلاقات البنائية للنص المصدر في النص الهدف أحد المدافعين هنتكامل البنيوي كان كاردفورد سنة 1965 الذي ميز بين الترجمة المرتبطة بالرتبة وترجمة غير المحدودة الترجمة المرتبطة بالرتبة هي الطريقة التي تحافظها على التكافأ على المستوى الكلمة وحتى الصرف والنحو ووفقا لكاردفورد في أن الترجمة مرتبطة بالرتبة هي الطريقة الوحيدة الممكن للإستخدام بين اللغات التي لها بنية متشابعة المستوى المرفولوجي والنحو وبقدر ما يتعلق الأمر بالترجمة غير المحدودة يمكن الأثور على التكافة في المستويات أكثر تعقيد مثل الجمل وما ذلك في السبعينات مع ظهور طائرات فكرية جديدة مثل اللغوية المعرفية ظلت النماذج مثل البنوية في وضع هامشي باستثناء الدراسات الكلاسيكية واللاتينية واليونانية تم إدخال عوامل جديدة في دراسات اللغوية ومن بين الأنشرة المعرفية المختلفة مثل الإدراك والرؤية والتصور بالإضافة إلى ذلك اكتسبت جوانب مثل الحركة والتفاعل بين الجسم والفضاء لإهتمام كما أن ظهور علم الأحصاب نيرولوجي في السبعينات وإنجازاتها الأولى سيهم في إزديار هذه المدرسة اللغوية الجديدة يولي اللغة والمعرفة أهمية كبيرة لتكبير مخططات مفاهمية خاصة بالمحيط الثقافي لمتحدثي اللغة هذه الخصوصية التي تنتج في مفاهمية مختلفة في أعظم المعرفة المتنوعة مثل اللغة رابعاً المساوية والاختلاف بين الثقافات منظور أنثروبولوجي عندما نتحدث عن الخصوصية في أن نتطرق إلى سؤال أنثروبولوجي حولها إلى أي درجة توجد أرضية مشتركة بين الثقافات المختلفة أو بين المتحدثين بنغات مختلفة من الواضح أننا لا نستطيع أن نفترض أن أي نظام قابل للترجمة إلى النظام آخر ليمكن تفسير نظامين مختلفين تماماً ولا يوجد بينهم أي شيء مشترك بشكل كامل أحدهما من حيث الآخر من وجهة نظر دراسة الأنثروبولوجية اليوم كل أفرد عالم معين أن يفهموا عالم آخر إذا كان مختلفاً تماماً عن عالمهم قد أشار هيلاري بوتنام سنة 1981 إلى ذلك عندما تحدث عن مبدأ المحبة عاطف ربما وفقاً لمبدأ الإحسان يشترك البشر في عدد كبير من المفهيم والفرق بينها هو الإدراك ولذلك في أن فكرة المفهوم سيكون لها طابعة عام والطريقة التي يتم إدراكها بها سوف تتوافق مع التصورات المحدودة المتميزة التي تحدث في كل ثقافة أو في كل فرد لمفهوم معين بتباعة الحال في أن التصورات المختلفة التي يمكن تكون لدى الإنسان حوله مفهوم معين تضرب ببساطة بين الأفراد الذين تفصلهم ثقافة ما يمكن أيضاً التحدث عن المفهوم التي توجد بها تصورات مختلفة في أوقات مختلفة وهذا منشئنا أن يقودنا إلى الحديث عن نوع من الترجمة ليس بين اللغات أو بين الثقافات بل بين الأزمنة الأزمنة المختلفة والمتعددة بمثيل تصور الحب ليس هو نفسه بالنسبة للأوروبي الحذري من القرن الحادي والعشرين كما هو الحال بالنسبة لشخص من بلاد القرون الوسطى من أي مدينة أوروبية ومع ذلك في الوقت الحذري يمكننا أن نشارح الأفكار والمعتقدات والتخوص وما إلى ذلك التي دعمت أشكال الحب لدي السكان في البلاد الأوروبي في العصول الوسطى وهو ما يتضام النوع من الترجمة على المسؤول السيميائي قد يرتبط بمسائل مثل التناس على أي حال إذا كان لا يزال بإمكاننا تفسير ممارسية أو سلوكية معينة على أنها مرتبطة بالعب على رغم من القرون التي مرت بين نموذجي مثالنا فذلك لأنه على رغم من وجود مفاهيم مختلف للعب لا يزال لدينا مفهوم واحد فريد ومن الواضح أن هذا المثال سيقودنا إلى أعادة تعريف مفهوم الثقافة ونظر فيما إذا كانت نهصل ثقافة في مرحلتين مختلفتين من تطورهما تشكل ثقافتين مختلفتين ولكن إذا شرع أحد علماء عصرنا في أوروبا ما يعني العب لشخص في بلاد أوروبا في العصول الوسطى فإنه يقوم بنوع من الترجمة ونهصل طريقة لا يستخدم عالم الأنثبولوجيا فقط موقعا خارجيين يساهم من خلاله بمعارفة علمية تسمح المترجمة بإعادة نظر في الإجراءات المعتمدة للقيم بعمله أن عالم الأنثبولوجيا هو أيضا مترجم يدرس عالم الأنثبولوجيا الممارسية الثقافية والتواصلية واللغوية لشعب الماء حتى يتمكن لاحقا من وصفها لأفراد غريبين تماما عن هؤلاء الأشخاص ولتحليق هذا الغرض يجب عليه أن يصف الممارسات المختلفة وتحت أي سيق تحدث هذه الممارسات بطريقة يمكن أن يفهمها المتلقي المستقبلي سيصبح هذا الوصف أساسيا لمخططات المفاهمية الخاصة به والتي يفسر من خلال هذه الممارسات وهذا يدفعونها مرة أخرى إلى الإصرار قول بالتشابه الذي يحدث بين الشعوب بعيدة جغرافيا وثقافيا إذا لم يكن الأمر كذلك في أن لن نتمكن من فهم التنظيم الإجتماعي أو التقوص أو الممارسات العامة للثقافات المختلفة عن ثقافتنا لا يمكن لعلم الإنسان أن يوجد كنظام كمتظر هذه التشابهات في مظاهر الإبداع والحرية العالية كما في المظاهر الفنية لذلك في الأفلام أو الأداب عندما يحاول المرء سرد أحداث وقعت في عوالم خيالية أو غير حقيقية ما في ذلك الكواكب الأخرى يتم إعطاء تشخيصات خصائص أو سلوكية تشبه الإنسان يبدو أن الإنسان لا يستطيع أن يخترق أي شيء لا يستطيع تصوره مغير عن الإنسان ويتبقى هذا على الترجمة من ناص المظر إلى نص الهدف لأنه وفقاً للمنظور الذي نشر إليه فإن إمكانية الترجمة هي عرض التشابه الموجود بين عالمين إن مهمة المترجمة العثور على أوجه التشابه هذه وإستخدامها وفقاً لذلك لسالح قراءة في الخاتمة تعتبر الترجمة إذن من أقدم الممارسات الإنسانية بشقية المكتوبة وشفاية مما لشك فيه أن الترجمة الظرورية لجعل التواصل بين الأشخاص من مختلف الثقافات ممكنة وبقدر ما إذا كان ينبغي أن يتمحور النقاش حول الجوانب بشكل للنص أو محتوى ويجب أن يأخذ النقاش في الاعتبار الطابع الوظيفي البحث للترجمة لا تحدث جميع الترجمات في نفس السياق ولا يكون لها نفس الهدف تتطلب هذه العقيقة تنوعاً كبيراً من محترف الترجمة اللي إدرجت أنها تتطلب في كثير من الأحيان خصص المترجم ومن جيميني بها يمكن العلوم الاجتماعي المختلفة من الناحية النظرية دراسة العوامل التي تشارك في عملية الترجمة كما تسمح هذه المساهمات من المجالات المختلفة المترجم بالتفكير في مهمة الترجمة من وجهات نظر مختلفة غير مستكشفة كانت هذه إذن مداخلاتنا حول ترجمة صعبات الترجمة واختاب في الفلسفة والأنثبولوجيا والألسونية أرجو أن تكون هذه المداخلات قتنية نحتاج لكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر